ملف الطرق فيه ملف المشروعات القومية إنجازات الجمهورية الجديدة بيأثر في حياتنا في حياة الناس حاجة مهمة مش رفاهية ليه أولوية شديدة بيأثر في حاجات كتيرة ده اللي حنقشه معه وبنقشه معه ضفنا قال أستاذ الدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق دكتور برحب بحضرتك تاني أنا ديك يا فن وبسترجع آخر كلمة قلناها قبل الفاصل لما حضرتك قلت إن الطرق ومشروعات الطرق مشروعات خدمية مزبوط مش إن الدولة بتحقق منها مكسب أوريب ده ولا حتى التذكر اللي بندفعها على المحطات دي يعني ما يتم تحصيله من رسوم للمرور ده مجرد لأعمال الصيانة البسيطة كمان لأن الصيانة الجسيمة للطريق اللي بندفعه من رسوم مرور ما تقضيش إن إحنا نسلحها فالدولة بتبني وبتحط استثمارات بمليارات من أجل دعم ومشروعات تنمية مستدامة من أجل تحقيق سيولة مرورية من أجل الحد من الحوادث الحد من الزحام والتلوث اللي كان موجود شفنا كمان بعد اكتمال الشبكة القومية من خلال الشرايين اللي ربطت مفاصل الدولة ببعضها واللي سهمت في رفع ترتيب مصر في تقرير التنفسية العالمية في مجالة طرق من 118 ل28 90 نقطة على مدار سنوات من العمل والجهد ما كانش وليدة حظ يعني بالإضافة لكده بدأنا نشتغل في المحاور جوه المدن وجوه المحافظات فحلينا زحام وحلينا مشاكل كانت أنا حاسس ان الناس تعودت على الزحام ده يعني من قطر ما عشيته يعني دكتور قبل ما نخش في مسألة الزحام الطرق الجديدة سوى اللي بين المحافظات والمدن أو في داخل المدن بشكل محدد بقى بالبلدي أثرت على حياة الناس ازاي حضرتك عايز تقول لي ان انا وفرت في استهلاك البنزين وفرت في مصاريف سيانة العربية وفرت في الوقت ما انا هقولها هقول محاور وحضرتك الشرح في صحة المواطن بيقولوا ان انت لو كنتوا قعدتوا في العربيات كده زي زمان كانت الناس كلها تتجنن وجي لأمراض نفسية وضغوط من حالة التوتر والانتظار جوه العربيات وبالذات اللي بيسوقوا واوتوبيسات النقل العام وغيره ايه كلام ده يا دكتور؟ صحيح 100% يعني النهاردة في حاجة اسمها ثقافة الزحام الناس بتخرج عن شعورها نتيجة الزحام نتيجة الوقوف لفترات طويلة وكنا بنشوف الطرق اللي جوه المدن وما يحدث عليها دون ان نسمي طريقا اخر ايه فهذه المحاور لما تم رفع الكفائتها وتوسعتها او انشاء محاور جديدة داخل المدن طبعا اتغير الحال 180 درجة بقى في سيولة بقى في سرعة في التنقل بقى معدلات التلوث قلت الحوادث قلت لان انا بعمل طرق على احدث المعايير اللي موجودة ودي احصائيات رسمية يعني مش بنضل كلام مرسل احصائيات الجهاز المركزي بالتعباء العامة والاحصاء بيقول ان شبك الطرق القومية والطرق اللي تعمل داخل المدن سهمت الحد من الحوادث بنسب تتراوح من 25% ل45% بيقولوا بس برضو بتحصل حوادث وناس بترد عليهم تقولهم بس ده العنصر الشخصي والسوائين واتعطي المخدرات رأي حضرتك ايه المسببات بتاعت الحوادث ثلاثة العنصر البشري والمركبة اللي هي العربية نفسها والطريق لما نلاقي ان 67% من اسباب الحوادث باحصائيات رسمية بترجع العنصر البشري يبقى انا عندي مشكلة مع العنصر البشري عندي مشكلة معك ودي بنحلها دلوقتي باستكمال طبيق نظام النقل الزكي ومراقبة المحاور ودي جزء مهم جدا لان في كل حتة في العالم من امن الاقاب اساء الادب فلابد ان انا برائب يعني ايه النقل الزكي يا دكتور يعني معناها ان انا برائب الطرق بكاميرات بحط صرعات محددة بقدر اشوف العربية النقل بتلتزم بالمصار بتاعها ولا لا العربيات الملاكة تجاوزت الصرع المقررة او لا الحديث في الموبايل اثناء القيادة الاكل اثناء القيادة ده مخالفة فعلا ده الناس بتاكل وتأز ازلب وتعمل حاجات مصائبة لا ما هو دلوقتي يا حضرتك الحاجات دي كلها بقى الطرق اللي ركب عليها كاميرات مراقبة الطرق من خلال بقدر كمان اوزن العربيات النقل بدل ما كنت بوقفها عشان تدخل تتوزن بوزنها وهي ماشيها الويل موشن ستيشنز دي برضو من ضمن المميزات بتاع نظام النقل الزاكي قريبا مش هتوقفي عشان تغذي كارتة من الطرق السريعة هيبقى في حاجة زي الفيزا بتتلزق في الازاز ويتخصم كنا بتشوفها في بلاد بره دي نمشي على الطرق العالية فما ندفعش تذاكر ولا حاجة يقولك لك ولو مش شحن الكارتة بيجي له مخالفة كبيرة فكل ده طبعا ايه كل ده بيحسن ده الرقمنا اللي احنا داخلين عليها دلوقتي فكل ده هيزبط من السلوك المروري برضو الحملات اللي بتعملها وزارة داخلية مع وزارة ساعة شبكات النقل التانية كمان امتداد خطوط المترو الانفاق يمكن انت مركزها على طرق انا مركزها على طرق النهاردة انا عارفة الملاك فيه حاجات متشعبة الملف والله الوقت كتير يعني احتاج وقت كتير النهاردة السيد الوزير كامل الوزيري كان هو بيتكلم مع الرئيس ما قال له النقل تكلف قد ايه قال له مية وتسعين تريليون واحد وسبعة من عشرة تريليون اه مش كده تريليون وسبعة من عشرة انا طبعا مش عارفة ترجم الرقم ده بس واضح ان ده بيعبر عن حجم المشروعات والانجازات الضخمة هو قطاع النقل عايز اقولك يعني كان محروم من التفارات اللي موجودة والنقل حضرتك قلت في المقدمة نسميتها حاجة جميلة جدا هو شرايين للتنمية محمد علي باشا لما عمل نهضة في مصر عمل ايه هاك قلت شق طرق انا نهاردة لما بعمل طريقة انا بعمل شرياء للحياة فالصحرة اللي غير موجودة صدقيني وانا بتكلم عن صدق لما اشتغلت في مشروعات كانت جبال بعد شوية لما اتعمل الطريق لانا الارض بتستصلح وبتتزرع لانا في مدن بتتعمل لان هذه المناطق ما كانش الناس عارفة توصلها لانا ما فيش طريق فبمجرد ما تشق الطريق اتعمل مدن جديدة اتعمل مناطق استصلاح والدقة قباره وتزرع اتعمل في الاستثمار وفي الصناعة ده حضرتك برضو فرص عمل اللي بيشتغل بيستصلح ارض وبيزرع ده فرص عمل ايه وامن قومي غزائي لما بنعمل مدن جديدة بخلخة الكسفات احنا بنزيد 2.5 مليون مولود في السنة كنا سنة 86 تعداد الداخل سكان 48 مليون ناس من النهاردة 103 هل من المنطق ان انا افضل بنفس البنية الاساسية بنفس شبكة الطرق والقهربة والمية والصرف كان لابد ان انا انتشر على مساحة جغرافية احنا كنا عايشين قبل 2014 على 6% من مساحة مصر حواليا وهذه النيل دايق بدأنا نطلع بره بمدن عمرانية جديدة بدأنا نعمر المناطق حتى السحل الشمالي الغربي لما بنتكلم على تنمية هذه المنطقة ومجتمعات عمرانية لها صفة الاستدامة بدلا مكان الناس بتروح تستخدمه كمصايف شهرين في السنة وخلاص عبقى اينا بنعمل مدن مدن لها صفة الاستدامة عايشة على مدار السنة دكتور حضرتك قلت في تصريحها سابق انه جودة شبكة الطرق هي عنوان تقدم وحضارة مصر صحيح اي دولة اي دولة البنية الاساسية لما تيه تشوفي جودة المرافق الدولة والبنية الاساسية اللي فيها تقداري تقولي ان الدولة دي ان اقتصادها كويس ولا لا فالنهارده لما نرص الدول على فكرة ما بيجيش امريكا رقم واحد يعني لان حضرتك اهتمامك بالبنية الاساسية وجودة شبكات المرافق ومن ضمن شبكات المرافق وشبكات النقل انا عندي وعلى فكرة دي برضو انصر حيوي في جذب الاستثمارات النهارده انا هاجي كمستثمر داخلي او خارجي عايز اعمل مشروع المشروع ده انا عندي بنية اساسية قوية ولا لأ عندي مواصلات تقدر توصل لي المواد الخام من المواني الى المناطق اللي هستخدم فيها مصالح ده بينعكس على حياة الناس وعلى فرص العمل